شو الدروس اللي ممكن نتعلمها ولسيا ما احنا بنتكلم عن يسوع الملك خلال هادي المرحلة أبونا لا شك ان فيه دروس كتيرة جدا ممكن يعني نتعلمها من اللي حصل دهوت أول حاجة أنا دائما بفكر فيي أنا نفسي وفي ارتباطي بالكنيسة وبالعبادة وبالكتاب وبالصلاة يعني كتير من أحبائنا وإخواتنا اللي هما عايشين في الشرق الأوسط أو بالأخص في مصر عارفين أنه هو خطر لهم لحياتهم دخولهم الكنيسة في أي وقت لأنه هما مهددين في أي وقت يمكن احنا أو أنا عايش في الغرب فما فيش الإحساس ده ومع ذلك تلاقي الواحد مثلا في الغرب يقول أنا مرة روح الكنيسة مرة ما روحش مرة أصلي مرة ما صليش لكن قوة الإيمان بتاعة الأشخاص اللي هما عايشين في الخطر ومع ذلك مرتبطين بالكنيسة مرتبطين بالقدس الإلهي والسر الإفخارستية التناول وبالأسرار الكنيسة يعني حاجة الحقيقة تشجعنا وتخلينا أن احنا فعلا نفتخر بإيماننا لأن الإيمان الصادق الأمين هو الإنسان ما يدرش حد تاني وفي نفس الوقت يكون قوي جدا في إيمانه أو في حياته أو في أمانته من ناحية ربنا ترجمة نانسي قنقر